موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطمئن على صحة الرئيس السابق بعد إجراء فحوصات طبية روتينية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوهني ورئيس الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكر استقلال بلده موسيقى موسيقى القوات المسلحات تطهر مواقع شمال محافظة لاحج من سيطرة ميليشيات الحوثي وتتصدى لحجمات حوثية أخرى في سعدة موسيقى من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا بالرئيس السابق عبد الرب منصور هادي وذلك اللي اطمئن على صحته بعد إجراء فحوصات طبية روتينية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية وخلال الاتصال أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس عن خالص تهانيه للرئيس السابق بالعودة السالمة وتمنياته له بموفور الصحة والعافية والعمر المديد بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهانيه للفخامة الرئيس ساندريس مانويل لوبيز أوبرادو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكر استقلال بلده الصديق وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وطيب التمنيات لرئيس أوبرادو بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب المكسيك التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء تفقد وزير الداخلية لواروكن إبراهيم حيدان سير العمل في بناء وتجهيز مكاتب حديثة في ديوان الوزارة بالعاصمة الموقتة عدن وطلع وزير الداخلية خلال زيارته التفقدية ومعه وكيلاء الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمياه لواء دكتور قائد عاطف وقطاع الخدمات المدنية لواروكن عبد الماجد العامري طلعوا على مستوى الإنجاز في إعمال البناء وتأثيس للمكاتب وشدد وزير الداخلية على أهمية إنجاز الأعمال في مواعيدها الزمنية لما للمشروع من أهمية في تحسين بيئة العمل الإداري للموظفين لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومنتسب الوزارة أدانا وزير الإعلام وثقافة والسياحة معمر الإيراني إجبار ميليشيات الحوث الإرهابية تابعة لإيران موظفي الجهاز للداري للدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها على حضور دورات تدريبية عسكرية فيها إمعان على إذلال اليمنيين وقهرهم لإشباع حقدها الدفين على كل ما هو يمني وأوضح معمر الإيراني أن ميليشيات الحوث الإنقلابية التي تواصل منذ عشرة عوامنها برواتب موظفين وظفية الدولة في مناطق سيطرتها تركت نياهم وعائلهم أسرى للجوع والفقر والمرض والتشرد وغيرها من صنوف المعاناة تقوم بإجبارهم على الإنخراط في دورات عسكرية دون اعتبار لكبار السن والقيادات الإدارية والكفاءات العلمية والمهنية في مختلف المجالات وطالب الإيراني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية عالمية وفرض عقوبات عليها من خلال تجميل أصولها وحظر سفر قياداتها وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج تشن وزير صحة العامة وسكان دكتور قاسم بوحي بحب العاصمة الموقع تتعادل توزيع البطاقات الشخصية الإلكترونية لموظف ديوان عام الوزارة وأشهد الوزير بجهود وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال الشخصية في تطوير العمل الإلكتروني ومواكبة الأنظمة الإلكترونية الحديثة مشيرا إلى أن البطاقة الإلكترونية تساهم في تسهيل الإجراءات التي يحتاج إليها المواطن في الخدمات الصحية ناقش اجتماع عقد برئاسة وزير صناعة وتجارة محمد الأشوال سير العمل في مكتب الوزارة بمحافظة عدن استعرض الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الخدمات راشد حازب ومدير عام المكتب وسيم العمري ناقش الأنشطة والبرامج الحالية التي ينفذها المكتب ومهام الرقابة التموينية على المحلات والمراكز التجارية وضبط المتلاعبين ومعارسية الغش التجاري وتحويل المخالفات أولا بأول إلى نيابة الصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وأكد الوزير الأشوال على أهمية تعزيز اليهود والارتقاء بمستوى العمل لتحقيق الأهداف المرجوة والتنمية المستدامة لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدورها الحيوي والهم في توفير فرصة العمل وتحسين مستوى المعيشة خصوصاً في الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وضع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد زعوري في العاصمة الموقتة عدن حجر الأساس لمشروع تعزيز الأمن المائي بطاقة المتجدده في حقل بير أحمد بمحافظة تعادن بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمال اليمن مزيد من التفاصيل في سياق تقرير زميل محمد عبدالله غالب برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك والسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر وضع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري حجر الأساس المشروع تعزيز الأمن المائي بواسطة الطاقة المتجدده بمحافظة عدن وحفر وتشغيل عشرة آبار جديدة في حق البير أحمد تمفذه مؤسسة صلة للتنمية ومؤسسة السليمان إلى حفر الآبار مقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وفي تصريح لوسائل الإعلام أشار الوزير الزعوري إلى أن هذا المشروع سوف يعمل على الاستثباب المائي في محافظة عدن بزياجة الحصول على المياه بطريقة آمنة وسليمة وضع حجر الأساس المشروع تعزيز الأمن المائي للطاقة الشمسية لمحافظة عدن والذي ينفذ من قبل مؤسسة صلة للتنمية الإنسانية بدعم وتمويل من البرنامج السعودي للإعمار وأيضا نعمل مع السلطة المحلية من أقل الوصول إلى تحقيق الغاية من استثباب الأمن المائي في العاصم عدل في هذه المناسبة نتقدم بالشكر القزير للمملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم العرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأيضا موصول للبرنامج السعودي وقيادته ممثلة بمحمد آل قابر المشرف العام على البرنامج سفير المملكة العربية السعودية في اليمن على هذا الدعم المقدم للبلد بمختلف المقالات وقد أكدت قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأمين العام للمجلس المحلين محافظة عدن نائب المحافظ بدر معاون ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي محمد با خبيلة والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي باشماخ على أهمية هذا المشروع الذي سيتم تشغيله بواسطة الطاقة المتقددة هذا المشروع بمساهمة وتمويل من البرنامج السعودي ومؤسسة الصلة للتنمية التي تكون هذا المشروع من 10 آبار وطاقة تقددها شمسية ب60 كيلوات يعني نص ميجا زايدا 600 كيلوات و10 آبار وهذا المشروع سوف يستفيد منه أكثر من 800 ألف نسمة تتشين العمل في مشروع حفر 10 آبار مع تقيزة بمحطة الطاقة الشمسية نظيفة هذا المشروع سيكون رافد في زيادة كمية المياه في محافظة عدن طبعا محافظة عدن تطمع إلى زيادة كبيرة في كمية المياه نحن ننتج حوالي 120 ألف متر مكعب بحاجة إلى 150 ألف متر مكعب إضافية نتمنى من الأخوة في برنامج السعودي كما وعدونا أوفوا بعدهم بهذا المشروع أن يكون هناك عدد من المشاريع الأخرى نتمنى إضافة خزان بورقي بإذن الله تعالى للمشروع سواء كان منهم أو من منظمات أخرى قمنا بتدشين مشروع آبار حق البير أحمد في محافظة عدن هذا المشروع الذي هو إضافة نوعية لتعزيز الأمن المائي في محافظة عدن بالنسبة لهذا المشروع المؤسسة صلة يشكل مشروع استراتيجي خدمة لعدن وأبناء عدن ومحافظة عدن بشكل رئيسي هذا المشروع يأتي بدعم سخي من الإخوة في المملكة العربية السعودية ممثلين بالبرنامج السعودي لتنمية عمار اليمن المشروع يعتبر كمشروع مرحلة أولية في هذه المحافظة وبإذن الله عز وجل ستلحقهم مشاريع مماثلة المشروع كما هو معلوم لديكم سيغطي 36% من احتياج مدينة عدن من المياه الصالحة للشرب المشروع سوف يعمل على تزويد شبكة مياه الشرب بما مقداره 13500 متر مكعب ليستفيد منه قرابة 800 ألف نسمة بشكل مباشر ومليون وخمسمائة نسمة بشكل غير مباشر لقناة عزم الفضائية محمد عبدالله غارب العاصمة الموقعة عدن ناقش وزير الدولة محافظة عدن أحمد حامد لملس مع مدير صندوق الرعاية الاجتماعية ماجد الشاجري ناقش تطوير عمل الصندوق وتعزيز جهوده لخدمة الفئات المستحقة وشدد لملس خلال اللقاء الذي حضره مدير عام مديري الدار سعد عبد ناجي على ضرورة رفع وطيرة العمل والتشبيك لخدمة الفئات المستحقة والتركيز على عمل مشاريع صغيرة مستدامة مؤكدا اهتمام ودعم سلطة المحلية لبرامج وخطط الصندوق والجهود التي يبدلها في عموم مديريات عدن واستمع لملس من الشاجري لشرح وافن عن برنامج عمل الصندوق في مديريات عدن بما فيها البرامج التقنية غير المشروطة وأهمية استئناف البنك الدولي دعمه للبرنامج في ظل زيادة أعداد المستحقين مستعرضا آليات العمل وصرف عموم المديريات بالتنسيق مع اللجان المجتمعية مشيرا إلى أنها تبدل جهودا كبيرة لتسهيل مهمة الصندوق في الوصول إلى المستفيدين وثمن الشاجري دعم السلطة المحلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونسيف لمشاريع الصندوق الاجتماعي في العاصمة المؤقتة أهدا تعمد الميليشيات الحوثية إلى استثمار مناسبة المولد النبوي لفرض جبايات السلب والنهب بمبرر تغطية تكاليف الاحتفاء بها وتكوين ثروات ضخمة من ورائها غير آبهة بما يترتب على ذلك من مفاقمة للوضع المأساوي في بلادنا التفاصيل في سياق التقرير التالي لكل زمان النزوات ولكل النزوات زمن تكون فيه مضرة تجذب فيه ضحيتها إلى الأسفل بكل ثقل البلاها بسبب من الحماقة الكامنة في النزوة لجماعة تتباهى بكتالوج الشرح المصاحبي ليوم الزينة تعاويد مذهلة أقمشة خضراء مزركشة لا أثر فيها لرسم الخبز من ذكرى مولد إلى عير زينة مرورا بعقيدة الغنيمة وصولا إلى مفتاح الولاية وأول الطريق هو منتهى زينة صاخبة باذخة هي عنوان حصاد يشيء قبل كل شيء بالغنيمة لكهنة مران ولفحة شمس لمن سيق ويساق زمرا في الظهيرة ساعة الظل الأقصر للإصغاء إلى إعلان كبير للحرب أو إلى خرافة نزوة الولاية كم هو ثمين أن يكون لكهنة حفيد كسرى يوم حصاد تختزل دلالة الطبيعة المضادة لحياة الشعب اليمني بكلمة إهلك ما بين قصف محرق وسيل مغرق وجوع ومرض محدق وإخفاق مطبق فيما توجه السلالة الموارد إلى النزوات والشهوات بيادين الضرار مكتظة بمعايدات شكلية في ظلال ذكر مولد النبي حشد ويحشد إلى ساحتها الأفاقون والأفاكون والمنافقون والمغيبون والمغلوبون على أمرهم بأمر ممن اشتدت وطأته ووجب الطاعته للاحتفال باللا شيء لجديد تحت الشمس سوى احتفاء بيوم عرق سلالة كهنوتية استبدل فيه الإيمان بالنفاق والحكمة بالخرف والعقيدة بالغنيمة خدمة لفكرة عصبية التحمت بالإمامية فحولت ذكر المولد إلى مشروع سياسي يوطئ للإستبداد العقائدي والفكري والمعرفي ويضع معايير للتمييز والتميز تخدم قضية واحدة هي نقاء الدم القائم على بقايا موروث الطاعة لكسرى الذي يخدمه الكل ولا يخدم أحد إذن فليحشر الناس روحا لوريث كسرى ليشهدوا فرح البغي والتسلط والاستعلاء والتكبر والزهو والعجب في يوم زينة تسرب العقول ببهرجها وزخرفها ولا تتوقف عن إثارة النفوس لتسأل عن الثمن الذي تشترى به تلك الزينة أو الطرق التي نال بها صاحب الزينة زينة أعلنت قوات الحزام الأمني شن هجوم مباغت على ميليشيات الحث الإنقلابية شمال محافظة لحج وقالت قوات الحزام الأمني قطاع المسامير الحواشب أنها طهرت عددا من المواقع والتباب التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحث الإرهابية بمحاذاة مناطق عها ما وحل حال شمال غرب محافظة لحج تكبدت الميليشيات خسائر مادية وبشرية كبيرة أثناء العملية العسكرية النوعية وتمكنت القوات المسلحة من إحكام السيطرة الكاملة على مواقع مرتفعات استراتيجية مهمة تطل على مناطق تابعة لمدرية ماوية بمحافظة تعز ودحر مرتزقة إيران منها بعد معارك شرسة وطاحنة خاضتها ضدهم في قطاع أهامة وكانت الميليشيات الحوثية الإرهابية قد نفذت في الأوانات الأخيرة هجمات عسكرية غادرة باتجاه جبهتي قرين وعهام شمال غرب مدرية المسامير بمحافظة لحج في محاولة لسيطرة عليها قبلت بهجمات معاكسة أفقدت الميليشيات مناطق ومواقع حاكمة كانت تسيطر عليها في السابق وتشكل من خلالها ثكنات لإطلاق عملياتها الإرهابية وشن الاعتداءات المتكررة على المدنيين إلى ذلك شهدت جبهة الملاحظ بمحافظة صعدة تصعيدا من جانب ميليشيات الحوث الإنقلابية حيث تواصل الميليشيات استهداف مواقع الجيش الوطني بشكل مكثف رغم الهدنة الأممية السارية وأفادت مصادر ميدانية بأن الميليشيات الحوثية تشن منذ أسبوع هجمات عنيفة على مواقع الويات العروبة في محور مران واستهداف مواقع في جبهة الملاحظ وأكدت المصادر أن القصف الحوثي المتواصل يأتي في محاولة يائسة من الميليشيات الحوثية لاستعادة المبادرة التي فقدتها في الأشهر الأخيرة وفشلها في تحقيق أي تقدم ميداني يذكر وذلك بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط العديد من الهجمات الحوثية وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد قالت مصادر أكاديمية في محافظة إب أن ميليشيات الحوثي الإرهابية عطلت إلى العمالية التعليمية في جامعة إب ليومين متتاليا بتزامن مع فعاليات ذكرى المولد وقالت المصادر لميليشيات الحوثي أغلقت كل الطرقات المؤدية لكليات جامعة إب ومنعت موظفي الجامعة وكل الطلاب من الوصول إلى كليات الجامعة منذ نهاية الأسبوع المنصرم لافتة إلى أن الميليشيات أجبرت قيادة الجامعة على الإعلان عن توقف العملية التعليمية في الوقت الذي ألزمت مديري المدارس بإحضار طلاب المدارس وطلاب جامعة إب وبقية الجامعات الأهلية للحضور ووعدت الطلاب بدرجات مقابل الحضور وتوعدت المتخلفين بعقوبات ضمنها استخدام الميليشيات لمؤسسات في مناطق سيطرتها المسلحة لفعالياتها الطائفية تداعت قبائل محافظة صنعاء للضغط على ميليشيات الحوثي لتنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب الطفلة جنات وقالت مصادر محلية أن قبائل محافظة صنعاء تتداعى للضغط على الحوثيين للقفض على المتهم المجرم أحمد حسين نجاد ومحاكمته وإعدامه بعد مماطلة الميليشيات لأكثر من أربعة أشهر بحق الطفلة جنات المغتصبة كون المتهم ينتمي إليها وأضافت المصادر أن العديد من مشائخ محافظة صنعاء وخاصة المشائخ الحيمة وبني مطر طلبوا من رجال القبائل تحديد موعد سادس العشرين من سبتمبر القادم لتظاهر في ميدان السبعين للمطالبة بإعدام مغتصب الطفلة جنات عقدت قبيلة الفقمان دهم الحمراء بمحافظة الجوف اجتماعا قبليا موسعا للتنديد بإجراءات الميليشيات الحوثية الإرهابية ضد مشائخها ووجهائها وذلك بعد إحالة خمسة من مشائخ القبيلة إلى المحكمة العسكرية بشكل تعسفي وفي البيان الصدر عن الاجتماع طالب مشائخ وأبناء قبيلة الفقمان دهم الميليشيات الحوثية بإيقاف المحاكمات التعسفية والإفراج الفوري عن مشائخ القبيلة الذين سلموا أنفسهم طوعا كرهائنا لوقف تصعيد عسكري كاد أن يشعل حربا في مديرية الخلق بالمحافظة إثر حصار عسكري خانق فرضته الميليشيات على المنطقة استمر لأكثر من سبعين مانعة وصول الغذاء والدواء إلى المنطقة ومستهدفة الأهالي بحملة عسكرية ضخمة تسببت في تفاقم معاناتهم وأكد المجتمعون من مشائخ وأبناء القبيلة أنهم سيلجأون إلى كافة السبل والوسائل الممكنة لضمان الإفراج عن مشائخهم ووجهائهم محملين قيادة الميليشيات وخاصة عبدالخالق الحوثي محملينه المسئولية الكاملة عن صحة وسلامة المحتجزين أتلفت نيابة الصناعة وتجارة بالعاصمة الموقاتة عدنخ 56361 علبة أدوية غير صالحة للاستخدام الأدمي لسوء نقلها وتخزينها في حاويات حديدية جافة تأتي عملية الإتلاف بإشراف من وكيل نيابة الصناعة وتجارة القاضي الدكتورة سمية القباطي ولجنة المكونة من وزارة الصناعة وتجارة ومكتبها بعدن ومدير التشعون القانونية للمنطقة الحرة وأمن المنطقة الحرة وأهابت القاضي الدكتورة سمية قباطي بجميع التجار بأهمية التقيد بمعايير النقل والتخزين وجودة الأدوية واستشعار روح المسئولية الإنسانية والمجتمعية تجاه سلامة وصحة المواطن المستهلك مؤكدة بأن لا تهاون مع من يخالف اللوائح والقوانين ويستهتر بصحة وسلامة المواطنين وتمت عملية الإتلاف بالكامل في مقلب المنطقة الحرة عن طريق إضرام النار وإعدامها تماما أعلن المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية اليمنية محسن حيدر عن يدولة رحلة إضافية على خط عدن القاهرة عدن لاستعاب الضغط ونقل العالقين في القاهرة من ركاب شركة بلقيس للطيران وأوضح المدير التجاري للخطوط الجوية اليمنية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الرحلة التي تم جدولتها ليوم الثلاثة الموافقة السابع عشر من سبتمبر تأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة النقل ومجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية مشيرا إلى أن الإقلاع من عدن سيكون في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت عدن والإقلاع من القاهرة إلى عدن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ودع المدير التجاري لخطوط الجوية اليمنية جميع الركاب العالقين إلى مراجعة مكتب الشركة بالقاهرة لترتيب الحجز وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن الآن إلى حالة الطقس الدرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة من مشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولمن فتت النشرة تذكير بابرز العناوين رئيس مجلس القيادة الرئاسية اطمئن على صحة الرئيس السابق بعد إجراء فحوصات طبية روتينية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ رئيس الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكر استقلال بلده القوات المسلحات تطحر مواقع شمال محافظة الأعج من سيطرة ميليشيات الحوثي وتتصدى لهاجمات حوثية أخرى في سعدة وصلنا إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة عدان الفضائية في أمان الله اشتركوا في القناة